ترتكز السياسة الخارجية لمملكة البحرين على أسس متينة في دعم الحلول السلمية للقضايا على كافة المستويات تنفيذا وتحقيقا لرؤى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعا في مواصلة الدبلوماسية البحرينية لنهجها العريق هذا وشكلت الاتفاقيات التي تسعى لتقريب وجهات النظر وتطوير مسارات للسلام الدائم والشامل محركا لكافة الجهود البحرينية التي تؤيد بشكل صريح السلم والسلام على مستوى العالم هي أرض للسلام وداعمة للسلام وناشرة للسلام بحنكة قيادتها وبإرادة كافة المؤسسات التي تتخذ من توجيهات وتوجهات جلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه نبرا سلها وبذلك تستمر الدبلوماسية البحرين على نهجها القويم والبناء في حل القضايا بالطرق السلمية وتغليب لغة الحوار على أي لغة أخرى وهما تضح دائما في كافة الإجراءات التي تتخذها المملكة السياسة الخارجية لمملكة البحرين اتضحت في العديد من المحطات المهمة في مسيرة الدبلوماسية البحرينية المتزنة إذ شكلت الاتفاقيات التي تسعى لتقريب وجهات النظر وتطوير مسارات للسلام الدائم والشامل محركا لكافة الجهود البحرينية علاوة على تأييد المملكة لمختلف الاتفاقيات والمعاهدات التي توقع بين الدول من أجل مستقبل مشترك أفضل تنبذ فيه الخلافات وتتعزز فيه العلاقات سياسة وتوجه مملكة البحرين في حل القضايا بالطرق السلمية اتضح جليا في جهود مملكة البحرين على مستوى البيت الخليجي الواحد والجامع علاوة على التواجد البحريني في القمم العربية ودعمها لكل ما من شأنه أن يحرك الملفات العالقة بغية تحقيق انفراجات نتاجها توحيد الصف العربي فدعمت مملكة البحرين الموقف العربي بشأن القضية الفلسطينية وحق قيام الدولة الفلسطينية علاوة لعودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية ودعمت المملكة مصر والعرب بشأن سد النهضة الأثيوبي والجهود الرامية لحل الأزمة اليمنية كما أن مملكة البحرين اتضح دعمها للسلم والسلام في كافة الكلمات التي ألقيت وستلقى في الجمعية العامة للأمم المتحدة دبلوماسية مملكة البحرين الناعمة وذات المسارات المتعددة سعت أيضا لحل القضايا والمشكلات من جذورها لذلك أتى إعلان مملكة البحرين ومركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي الذي أنشأه جلالة الملك المعظم محققا لرؤية بحرينية في نبذ الخلافات وخطاب الكراهية وبذلك أصبحت البحرين أرضا لتقريب وجهة النظر من مختلف الأديان والطوائف بشهادة العالم أجمع من أجل عالم ينعم بالأمن والسلم والسلام